بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما تعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعض أيضا فإن الله تبارك وتعالى عين لنبيه موسى عليه السلام زمانا محددا ومكانا محددا يتواجد فيه يصوم ثلاثين يوما ثم أضاف إليه عشرا ويتواجد عند جبل الطور في سيناء وفي المعاد المحدد وفي المكان المحدد تواجد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه كلمه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأعطاه الألواح وقبل أن ينطلق موسى لميقات ربه استخلف أخاه هارون قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وصية دقيقة شاملة جامعة عامة قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وفي غيبة نبي الله موسى قام السامري أحد بني إسرائيل بصناعة عقل من الزهب له خوار له صوت فعبدوه من دون الله قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي جزء من بني إسرائيل أما هارون عليه السلام فقد قال الله عز وجل عنه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى المقصود أن هارون عليه السلام أنكر عليهم نهاهم عن هذا المنكر نهاهم عن هذا الضلال نهاهم عن هذا الشرك والكفران لم يسكت عليه الصلاة والسلام وإنما قال لهم يا قومي إنما فتنتم به به بهذا العجل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى بل لم يطيقوا من هارون بعد ذلك الكلام حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هارون وهو نبي من أنبياء الله لم يطيقوه وإنما حاولوا إسكات نبي الله هارون بكل ممكن ومستطاع حتى هموا أخيرا بقتله حاولوا أن يقتلوا اتفقوا على قتله إجراءات وخطوات عملية واقعية تنفيذية ليقتلوه وفعلا كادوا أن يحققوا هذا المخطط وأن يهجموا عليه وأن يقتلوه بالفعل إما بآله أو بغير آله المقصود أنهم قرروا أن يقتلوه حتى قال نبي الله هارون هارون لموسى عليه السلام بعد ذلك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني خلاص كانوا قربوا كادوا أن يقتلونني حتى صوت الحق ممنوع طب يتكلم ممنوع ينصحهم ينبئهم يذكرهم يعلمهم ينبئهم ممنوع ممنوع أمال نقتلك أمال عايزين إيه إحنا مرتاحين كده إحنا مبسوطين كده مش عايزين حد يكلمنا ولا حد يفهمنا ولا ينبئنا مش عايزين حد ينغص علينا اللي إحنا فيه ده راضينا ومبسوطين وهو ده اللي إحنا عايزينه طب كده غلط كلمة الغلط دي بتوجعهم تقلمهم مش عايزين يسمعوها وبالتالي يقتلوا اللي بيتكلم يقتلوا يسكتوا يوقفوا المقصود هذه طريقة أهل الضلال في كل زمان وفي كل مكان قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا لو حد بيقرأ عليهم الآيات يسط عليه يسط به يضربوه يقتلوه يقرحوه يئزوه يوجعوه يؤلموه إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطونه بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بإن شر من ذلكم الدار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير حاولوا مرة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خنقوه خنقوه بردائه خنقوه بالقماش بالثياب بالملابس بالرداء حتى جحظت عيناه وكادت روحه الطاهرة أن تخرج إلى بارئها حتى ذهب الصريخ إلى أبي بكر أدرك صاحبك فجاء أبوكر يشتد كأنه يطير كأنه طير حتى فك الرداء من حول عنق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الكفار أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله المقصود أن الكافر ما يحبش يسمع كلمة الحق يحاول يسكتها أنه بتنغصه بتوجعه بتقلمه مش عايز يسمعها عايز يسكتها عايز يوقفها حتى لو قتل اللي قدامه المهم ما يتكلمش طلعت الكفار عبد الله بن مسعود خرج يوما قرأ على الكفار سلط الرحمن فقط أرى عليهم سلط الرحمن فقط ضربوه حتى كادوا أن يقتلوه وعبد الله بن مسعود كان نحيف وكان نحيل كان ضعيف رضي الله عنه وارضا اجتمعوا له وضربوه وتركوه وهم يظنون أنه قد مات أبو ذرن الغفاري رضي الله عنه وارضا أيضا صدع بكلمة الحق قال أمام الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فضربوه ليقتلوه وما تركوه إلا وهو مثل النصب الأحمر زي العلم الأحمر هدومه ملابسه ثيابه كأنها علم أحمر دم 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 فسيدنا هارون لما قال لهم يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري استضعفوه وكادوا يقتلوه عاد نبي الله موسى بعد أن أخبره الله بما صنعوه في الغيبة وفي ميقات ربه أوحى الله إليه أن عددا من بني إسرائيل عبدوا العجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان ووش أحمر غضبان في قمة الغضب إزاي إزاي بعد نعم الله الكثيرة نجاهم من فرعون وفلق لهم البح وفعل بهم ما فعل نعم كثيرة جدا بعد كل النعم دي يعبدوا العجل كيف كيف ومعهم اتنين من أنبياء الله سيدنا موسى وسيدنا هارون اتعلموا وشافوا وسمعوا اتنين من أنبياء الله في وقت واحد وبعد كده عبدوا العجل فجي سيدنا موسى غضبان غضبان لجناب التوحيد للعقيدة للإيمان لوجه الله إزاي يعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى غضبان لله في سبيل الله عز وجل جي سيدنا موسى وكلم بني إسرائيل كلم عباد العجل وكنوش كل بني إسرائيل كلم عباد العجل وكلم السامري وكلم هارون كلم التلاتة وأركز على حديثه مع هارون عليه السلام سيدنا موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وقال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمره قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي تخيل تخيل المنظر سيدنا هارون بقول لي سيدنا موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن سيدنا موسى شده من لحيته وشده من رأسه تخيل المشهد وسيدنا هارون نبي نبي من أنبياء الله وسيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى بسنة أكبر منه بسنة ونبي ومع هذا سيدنا موسى شده من لحيته وشده من شعر رأسه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي الشد دي والموقف ده إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ما جدش وراك بلغك وعرفك علشان ما فرقش بين بني إسرائيل وسيدنا موسى جرجره ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه بيشده بيجره تخيل المنظر ده من شدة الغضب من سيدنا موسى لما يغضب لله غضب شديد جدا المقصود سأل كأنه سأل سؤالين ليه ما منعتش يا بات العجر وليه ما جيتش وراك تقول لي ليه ما منعتش الإجابة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني حاولت استضعفوني وحيقتلوني الدراو علي حيموتوني حيقتلوني ده أنا كلمتهم بس والسؤال التاني ليه ما جيتش وراك تقول لي من أولها قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي والوقفة اليوم هنا في هذا الموضع قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ليه هو سيدنا هارول لو سبه وممشى ورحل سيدنا موسى حيتفرقوا إزاي ما هم تفرقوا ما جزء منه عمد العجل وجزء لسه ما هم كده تفرقوا لما يقعد في وسطهم حيعمل إيه حيحافظ على المجموع حيحافظ على الكيان طب ده ده فيه كفر ده فيه شرق ده فيه ضلال حتى ما هو ما سكادش قال لهم يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولو سبهم وخرج النص اللي باقي الموحدين الثابتين حيتقسمهم هم كمان جزء حيقول على عباد العجل دول كفار وحيسكت وجزء يقولوا كمان دول كفار ولازم نروح نكسر العجل ونحطمه وجزء تالت حيقولوا عباد العجل وكفار وحناخد العجل ولازم نقتلهم حد الرد لازم نقوم حيتفرقوا حيتفرقوا لو سبهم سيدنا هارون وهو نبي من أنبياء الله وخرج ورح لسيدنا نوسى يقول له الأراء وجهات النظر الاقتراحات ناس هيقولوا دول كفار وبس على كده وجزء تاني يقول لك كفار ولازم نكسر العجل بالعافية بالقوة بالقه لازم نغير المنكر لازم نتحرك ونتصرف وجزء التالت يقولوا ده بش كفاية برضو ده لازم نقتلهم كي معنهم الحد حد الرد لازم نعقبهم لازم نعذرهم لازم لازم لو سيدنا هارون مشى وبعدين الثلاث أجزاء دول هيكفروا بعض وحيضربوا بعض وحيختلفوا مع بعض انت عندك سلبية مش كفاية انت تكفرهم لازم تغير المنكر باليد لازم تكسر العجل لازم تحطم العجل طب روحنا كسرناه لقول لك لا سلبية لازم كمان تقتلهم وتموتهم كانوا حيتفتتوا كانوا حينقسموا كانوا حيتفرأوا وسيدنا هارون سمع وشاف فعرف عندها سيحصل لو مشى فقرر البقاء بينهم حفاظا على الكيان حفاظا على الكتلة حفاظا على الجماعة فرار من الفرقة والانقسام طب الجماعة فيها فيها انحرافات انحرفوا جوه وبالبعض ايوة موسيدنا هارون ما سكتش يخليه ما يبعش وينكر ينهى عن هذا المنكر يأمر بالمعروف يوعظ ينصح يعلم ينبه وهو لسه في الجماعة لسه في الكيان لسه في المكان ما يسكتش انما المحفظ على الكيان كانت مصلحة كبيرة جدا ولذلك سيدنا موسى اقتنع لما قال له يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمره قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أنا خايف تقول علي فرقت بين بني إسرائيل خايف تقول علي كنت سبب في الفرقة والانقسام والاختلاف والتفتت أنا خفت أبعنا سبب في الفرقة مش عايز مش عايز أبقى سبب في فرقة الكيان في تفتت الكيان انقسام الجماعة وانا عندي المؤشرات فأعدت معاه سيدنا موسى لم يعقب بل قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وسيدنا هارون قال له لا تشمد بها الأعداء لما سيدنا موسى جرجروا شدوا أخذها برأس أخيه يجروا إلي قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بها الأعداء طب هم أعداء قعد معهم ليه سيدنا هارون أيه أعداء بس الجماعة بقى فيها منكرات من جوه فيها انحرافات من جوه نصلحها نصلحها ونقومها نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر ننصح نوعظ نعلم ننبه بس فيه كيان يجب الحفاظ عليه ما يتفرقش واللي حصلوا بعد كده اللي حصلوا هم تابوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لما انتبهوا وفاءوا لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فعلا رجعوا تاني بس رجعوا كان مكسب أنه ما تفتتوش كمان لو سيدنا هارون سبه وممشه ناس يقولوا نعوده وناس يقولوا هنروحوا وراه ناس يقولوا هنشوف مكان تاني ويتفرقوا ويتفتتوا ويتبعثروا ويتشرزموا في الأرض الكيان 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 يتبعثر يتشرزم ينقسم يتفتت لو سبهم سيدنا هارون حيروحوا في كل حتة ناس هيعودوا جنب العجل وناس يبعدوا عنهم وناس يروحوا ورا سيدنا هارون وناس يروحوا هنا وناس يروحوا هنا الدرس ده مهم جدا جدا الجماعة الحفاظ على الجماعة حتى لا تنقسم حتى لا تتفرق حتى لا تتفتت حتى لا تتشرزم أنه جماعة هنقول بس المبدأ لازم عندنا الفهم ده أنا هل أنا خايف خشيت وأن تقول فرقت أخاف أن حد يقول علي فرقت الجماعة ولذلك علي التزامات وعلي واجبات وعلي آداب وعلي أخلاقيات حتى لا يقال عني فرقت فرقت الجماعة أتقنب هذا أخش هذا وأنت أخي إياك أن تكون سببا في فرقة جماعة أي جماعة جماعة المسجد دي جماعة جماعة الجمعة دي جماعة جماعة صلاة العيد دي جماعة جماعة الأمة كلها دي جماعة جماعات جماعة المسجد اسمها جماعة وصلات الجماعة الجمعة جماعة برضو تجميع ما نفرأش للجماعة الأولى ولا الجماعة التانية وجماعة العيد بلد كلها تتجمع لا تتسبب في فرقة البلد ولا تتسبب في فرقة الشعب والأمة كل دي جماعات بدرجة من الدرجات خاف أوعى تكون سبب في فرقة الجماعة بتاعت المسجد والناس تفرأوا ويتفتتوا تيرزموا يكون سبب بأي صورة الحفاظ على الكيان الحفاظ على الجماعة الحفاظ على الوحدة مطلب شرعي علشان الأهمية القصرة دي سيدنا هارون مرضىش يطلع سكت لا ما سكتش في منكر آه في منكر جوه في كفر آه في كفر في شرك في شرك في ضلال في ضلال في انحراف في انحراف بس برضو نحفظ على الكيان ازاي ما التوحيد أم حاجة ايوه مش على حساب التوحيد ما هو مش على حساب العخيدة ما احنا هنتكلم برضو ما احنا هننكر برضو ما احنا هنغير برضو والكيان متماسك ما فيش مصلحة يتفتت اقسم انت روح بعيد واحنا لوحدين اقسم لا هذا درس سيدنا عبدالله بن مسعود كان يقول انما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة هي الجماعة في حاجة نكرهها اه طبعا فيه اخطاء فيه مخالفات فيه انحرافات فيه اهواء فيه اراء فيه بس اللي انت بتكرهه في الجماعة احسن من اللي تحبه في الفرقة تروح تنفصل انت وتعمل لك جماعة صغيرة ما فيهاش اللي انت كنت تكرهه ما فيهاش اللي انت كنت بغضه وتروح تفترق وتنقسم وتروح تعمل لك جماعة تانية لا انما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة كان سيدنا عبدالله بن مسعود يقول كدر الجماعة خير من صفاء الوحدة الجماعة فيها كدر معكارة طبعا اه فيها كدر وفيها عكارة بس جماعة جماعة لها قيمة لها وزن لها منزلة كيان ما ينفعش يتفدد ولا يتأسم ولا يتفرق ولا يتحطب كدروا الجماعة خير من صفاء الوحدة دي دروس عامة واحد يقول لك انا مش لازماني دروس دي كلها خلاص انت حر بس ما انتش فاهم لا انت فهمت قصص القرآن ولا فهمت حتى الاحاديث النبوية ولا فهمت المقاصد العامة ولا فهمت الدنيا ماشى ازاي قوة الجماعة قوة حتى ان كان فيها كدر الجماعة قوة وان كان فيها ما تكره عندك انتقادات مكروهات ومرفوضات تعليقات ايه طبعا مرة تانية وتالتة سيدنا ابن مسعود قال انما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة كدر الجماعة خير من صفاء الوحدة والمسلم لا يعيش الا في جماعة صل في جماعة جماعة المسجد جماعة الجمعة جماعة العيد جماعة المسلمين يشعر بالانتماء الى جماعة يعيش في الجماعة يحب الجماعة هذا هو هدي الاسلام اسأل الله ان يجعلنا سببا في الاتحاد والاقتراب ولا يجعلنا سببا في الابتعاد ولا في الافتراق اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم صل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه بست وعشرين درجة صلاة الرجل في جماعة ولا في المسجد في جماعة حتى لو مكنتش في المسجد حتى لو مكنتش في المسجد جماعة الجماعة صلاة الرجل في الجماعة انما المعروف المعلوم ان معظم الجماعة تفضل في المسجد من المسجد انشئ للجماعة عشان الناس يتجمعه المنادي المؤذن ينادي على المسلمين على الجماعة تعالوا حي على الصلاة حي على الفلاح فيتجمعه ويصلي مع بعض وإلا ممكن كل واحد يصلي لوحده في بيته أو في سوقه في دكانه في محله في أي مكان لما لا المساجد بنيت لذكر الله والتجمع في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه هسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لازم الجماعة فصلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه وعشرين دراجة الزيادة دي جيت منين من الجماعة ولذلك برضو في السنة ان المسجد اللي فيه عدد مصلين اكتر ثواب الصلاة فيه اكتر مش الدرجة لحتى ثواب الصلاة كل ما عدد الصفوف يزيد كل ما عدد المصلين يزيد كل ما ثواب الصلاة تزيد ليه الجماعة العدد التقارب وهكذا النبي يقول لنا الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد الشيطان مع الاثنين وهو من الثلاثة ابعد كل العدد ما يزيد الشيطان يبعد الجماعة بركة الجماعة وخير الجماعة وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اذا نزلوا للاستراحة في سفر تفرقوا في الشعاب الاودية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نبي نهاهم يبعدوا فكانوا يجتمعون اذا نزلوا حتى ان الرجل لو بسط عليهم كساء لغطاهم جميعا لو كسوا كبيرة شوية كده تنم تغطي كل الصحابة بعد ما كان الأول بيتفرقوا البعد حتى التباعد التباعد في المسافات لا الإسلام ما يحبش كده يحب التقارب قرب 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 فالصحابة لما كانوا يبعدوا عن بعض وهم جماعة وحدة وقلبوا واحد النبي نهاهم عن هذا التباعد فكانوا يتقاربون حتى ان الرجل لو بسط عليهم كساء لغطاهم جميعا النبي نها عن التعرب بعد الهجرة اللي هاجر روح المدينة ما ينفعش يرجع عرابي تاني يروح لبلده تاني وقومه وعشرته ما ينفعش الجماعة التجمع وربنا وربنا سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين الذين لم يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا أمنوا مؤمنين بس ما هاجروش أعدوا في بلدهم وأوطنهم وقبائلهم ربنا قال ليس لهم حظ في ولايتكم إلا بقى في الدين إن استنصرواكم في الدين حرب عقايا دي عشان الدين بس فانصروهم ليه أمنوا ومنفصلين عاشين بعيد لازم الجماعة لازم الانضمام للجماعة والتقارب مع الجماعة والالتحام بالجماعة الدين بتاعنا كده النصوص كتير جدا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نصوص كتير جدا تحث على التوحد والتجمع والتقارب والتلاحم وتنهى عن التباعد والانقسامات واحد يقول لازمنا شايف فيه ضلال أيها فيه ضلال ده اللي أكثر من الضلال ده اللي مش عاجبك فيه اللي أكبر منه تقعد وتبقى أوعى تكون السبب في الفرقة سيدنا هارون مرضاش سيدنا هارون مرضاش وهنا فيه مسألة مسألة مهمة جدا ننتفع بها في الواقع سيدنا موسى لما قال سيدنا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابنهم لا تأخذ بالإحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أنا خايف لو عملت كده جيت وراء تقول علي يفرقت بين بني إسرائيل السؤال هو سيدنا موسى ما كانش عارف إن سيدنا هارون لو طلع حيتفرقه لو كان عارف ما كانش سأله لو كان عارف الإجابة لو كان عارف إن سيدنا هارون لو طلع حيتفرقه ما كانش قاله ليه ما جيتش ورايا لو كان عارف إن ده اللي هيحصل ما كانش سأله إنما سأله ليه ما جيتش ولاية فقال له حينقسمه حيتفرقه وسيدنا موسى ما كانش يعرف كده لا ما يعرفش مال من اللي يعرف سيدنا هارون عرف ازاي الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ويسمع ما لا يسمع الغائب الحاضر عنده معلومات فسيدنا هارون عنده معلومات جابها منين سمع ده وشاف ده سمع ده وشاف ده اتكون عنده فكرة عن الواقع سيدنا موسى ما يعرفش انه ده الواقع ده فقال له ما جيتش ورايا قال له جيت وراك يتقسمه وبالتالي بنقول خلي بالك الحاضر والشاهد يرى ما لا يرى الغائب واحد يقول عايز تقول ايه عايز اقول ان احنا هنا في مصر في شيوخ وعلمة عارفين الواقع المصري عارفين درسين سمعوا وشافوا وفي ناس علمة مصريين بردو بس قاعدين بره في الخارج في الخارج وبيتكلموا في الاحوال المصرية لا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب الحاضر يعلم ما يعلمه الغائب اللي بعيد مش شايف على ارض الواقع اللي في الميدان اللي في الساحة اللي عنده المعلومات اللي بيختلط بالناس اللي بيجمع ده اللي يعرف اللي برا اللي غائب حتى لو كان متابع ما يعرفش كل الحقيقة ليه القاعدة بتقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ويسمع ما لا يسمع الغائب ويعلم ما لا يعلم الغائب حتى لو كان الغائب نبي حتى لو كان الغائب نبي من انبياء الله سيدنا موسى ما عرفش الواقع اللي عرفه سيدنا هارون دي سنن وبالتالي لما قاله أنا خايف لو سبتهم وطلعت يتفرقوا سيدنا موسى قبل خلاص عندك حق انت قادرة قالوش لا لو كنت جيت قولها ما كانوش هيتفرقوا أنا عرفهم قومي عشرتهم خلطهم في مستجدات في تحولات سيدنا موسى ما قالت سيدنا دروق أنا عرفهم لو كنت سبتهم وجيت تقولي من أولها ما كانوش هيتفرقوا كانش هيحصل حاجة لا سيدنا موسى لم يقول هذا إنما قبل واقتنع بالمبرر اللي قاله سيدنا هارول ليه الشاهد يرى ما لا يرى غائب نقعد نحفظها للناس ولا زي كنت نقول للناس كلها يا ناس ما تاخدش من اللي برة مهما كان في واقع جوه مستجدات أهل البلد يعرفوه عالم برة مهما كان عالم مهما كان طالما مش جوه ما يعرفش زي اللي جوه مهما كان حتى لو بيتابع الأخبار حتى لو بيقرأ حتى لو كذا اللي عايش جوه وحاطت إيده وبيخالط الناس وبيلتخي بالناس ويقتمع بالناس وبيتحرك في كل الأماكن ده عنده علم زيادة خد من اللي جوه ما تاخدش من اللي برة نقولها إزاي أكتر من كده نقولها إزاي أكتر من كده ده قرآن بنكلم في دروس قرآنية سيدنا موسى وسيدنا هارون قال له أنا عارف لو جيت وراه وراك حيتأسم سيدنا موسى اقتنع مالوش لا ليه؟ لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب الحاضر يعلم ما لا يعلمه إيه؟ الغائب دي سنن دي أصول مبادئ ثوابت قواعد يجب أن ننتبه إليها وأن نستفيد منها وأن نتعلم منها الحفاظ على الجماعة مهم جدا 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 النبي يقول لنا في الحديث من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان من جاءكم وأمركم جميع مكتبعين على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم في جديد واحد دخل على الخط عايز يفرر الجماعة النبي يقول فاضربوا عنقه كائنا من كان ابن مين؟ هو إيه؟ كائنا من كان من آل البيت كائنا من كان ملك أمير وزير عالم من جاء من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان تفريق الجماعة أمر خطير جدا لذلك احنا بنتواصل ان احنا نتجمع نتقارب من فرأش أكتر احنا مفترقين في فرقة في انقسام في اختلاف في تباعد هذا واقع ما كناش احنا السبب فيه لأن من قابلينا الامة تفريت من زمان من سقوط الخلافة اتقسمت الامة الى دول كائنات وقوة دول في اتقاهات اللي شيوعي واللي اشتراكي واللي رأسمالي واللي ديمقراطي واللي لبرالي واللي علمالي والتقاهات كتيرة جدا اللي قومي اتقسمت الامة من زمان انما احنا بنحاول نجمع على قد ما نقدر تقول الله ما استطعته سيدنا حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني قلت يا رسول الله ان كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بها الخير الوحي والنبوة والرسالة فهل بعد هذا الخير من شر قال النبي نعم قال حذيفة فهل بعد هذا الشر من خير قال النبي نعم وفيه دخن آه فيه خير بس مدخن معكر سيدنا حذيفة قال قلت وما دخنوا يا رسول الله الخير اللي بعد الخير بتاع النبوة ايه الدخن اللي فيه قال قوم تعرفوا منهم وتنكر تعرف حاجات قرآن وسنة وتنكر عندهم بدعوا منكرات قال فهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال حذيفة قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك دعاة على أبواب جهنم أفكار مناعج اتقاهات مذاهب دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها صفهم لنا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم والنبي أدم الجماعة عبل الإمام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال قلت أرأيته إن لم يكن للمسلمين أجماعة ولا إمام ما لو فيه جماعة وإمام خليك مع الاتنين لو فيه جماعة من غير إمام فيه جماعة للمسلمين جماعة في المسجد جماعة في الجمعة جماعة في العيد من غير إمام تلزم الجماعة طب لو فيه إمام من غير جماعة ما ما فيه إمام من غير جماعة ولو وجد نظريا خليك مع الإمام ما فيه إمام وجماعة أو جماعة وإمام يعني وجماعة لوحدها وإمام لوحده وآخر صورة أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لا فيه جماعة في جامع ولا في جمعة ولا في عيد ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت على ذلك لو ما كانش فيه جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها إنه ما تقول فيه ما فيه جماعة تلزم الجماعة يد الله مع الجماعة الفرقة صعبة واحد يقول لك أصلي فيه مكررة أنا شايفها ما هي هي ما بنقول لك ما لو فيه منكر أنكر المنكر وغير المنكر وانت في الجماعة أمان سيدنا هارون عمل إيه أمان إحنا بنتكلم في الدرس ده ليه أمان بنتكلم عن كلام عبد الله ابن مسعود ليه علشان الجماعة أسهل حاجة عندنا الفرقة أسهل حاجة أرايح دماغي وأبعد واعتزل أسهل حاجة عند الناس لا صاحب العزيمة صاحب الفهم صاحب المعاني العالية صاحب المسعولية لا يفكر بهذه الطريقة أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم اجمع على الحق كلمتنا اللهم وحد على الحق كلمتنا اللهم إنا نعوذ بك من العداء والشحناء والبغضاء اللهم ارفع عنا العداء وارفع عنا الشحناء وارفع عنا البغضاء اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا بالخير رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مظلوما إلا أنصفته ولا محروما إلا أعطيته ولا كربا إلا كشفته ولا همّا ولا غمّا إلا نفسته برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم ممكن للمسلمين في كل مكان وقوّ شوكة المسلمين في كل مكان يا مدبر الأمور دبّر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير يا مدبر الأمور دبّر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير يا مدبر الأمور دبّر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم منصر المسلمين في كل مكان وأنجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اغفر لآبائنا وأمهتنا وارحمهم كما ربّونا صغارا وهب لنا من أزواجنا واظرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك روف رحيم اللهم اغفر لعلمائنا ومشيخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا وتوفنا وأنتراض عننا يا كريم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر